عقد الجهاز الوطني للإرادات ورشة عمل حول القيمة المضافة تتضمن المفاهيم الأساسية المتعلقة بالقيمة المضافة وضمان تطبيقها بصورة صحيحة وذلك استمرارا للبرنامج المكثف لورش العمل والفعاليات التعريفية الخاصة بالقيمة المضافة وخلال ورشة العمل التي حضرها 134 ممثلا عن 76 منشأة تم استعراض آليات تطبيق القيمة المضافة والجوانب الفنية والتنظيمية المتصلة بها والاطلاع على التجربة الافتراضية التي وفرها مركز العرض والتي تعتمد على أسليب تعلم مبتكرة تسهم في زيادة المعرفة لمساعدتهم في تحقيق التطبيق السليم للقيمة المضافة وتقديم كافة المعلومات التي تسهم في تحقيق أقصى درجات الكفاءة والفاعلية وخاصة ما تتطلبه هذه القطاعات من جوانب فنية وتعريفهم بالآليات والجوانب الفنية والتنظيمية للقيمة المضافة والرد على كافة الاستفسارات المعنية بذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر